يوسف هل يعكس البيان الروسي رؤية إيجابية لعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق؟ بالفعل هذا ما يفهم من بيان ممثل روسيا الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ميخايلوليانوف هذا يعكس تفاء الروسيا الكبير بإمكانية عودة الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق خمسة زائد واحد خاصة أن موسكو تدفع بهذا الاتجاه منذ خروج الرئيس الأمريكي السابق من هذا الاتفاق على الرغم من أن بيان ميخايل أوليانوف كان شديد الإيجابية ووصف بأن الدول التي حذرت هذا الاجتماع هي في الطريق الصحيح لكنه أشار إلى نقطة في غاية الأهمية وهو أن الطريق طويل جدا ويتطلب الكثير من العمل لكنه نوه أيضا إلى أن الأطراف المعنية لربما ستعمل بالكثير من الدبلوماسية للعودة إلى هذا الاتفاق موقف موسكو واضح جدا من الاتفاق النووي الإيران هي تصفه بالاتفاق التاريخي وترى بأن إيران متمسكة بهذا الاتفاق وتدعو دائما إلى ضرورة العودة الغير مشروطة للولايات المتحدة الاتفاق خمسة زائد واحد مع رفع كل العقوبات الاقتصادية سيرجي لافروف سبق وأن قال بأن هناك إشارات إيجابية من واشنطن لكنه أكد أو دعا الجانب الأمريكي إلى ضرورة إعطاء إشارات إيجابية على الواقع لإيران وضرورة الانتهاء من العقوبات طيب يوسف عفوا بي نفاذ الوقت كيف يمكن أن تساعد موسكو كل من طهران وواشنطن للعودة إلى هذا الاتفاق بالفعل هناك زيارة لوزير الخارجي الروسي سيرجي لافروف إلى طهران في الثالث عشر من الشهر الجاري سيناقش مع الجانب الإيراني مع محمد جواد ظريف سبل العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني موسكو تدفع بكل الجهود الدبلوماسية لمحاولة إقناع إيران على الأقل بالجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الجانب الأمريكي خاصة وأن طهران رفضت الجلوس إلى طاولة المفاوضات بشكل مباشر حتى ترفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية على الجانب الإيراني موسكو لا تنتظر من سيخطو الخطوة الأولى بين واشنطن وطهران نحو الاتفاق النووي الإيراني وتدعو جميع الأطراف إلى ضرورة تسريع الجهود الدبلوماسية من أجل المحافظة على هذا الاتفاق الذي تصفه موسكو بالاتفاق التاريخي أشكرك شكرا جزيلا من موسكو كنت معنا يوسف بيقار